اعلنت الهيئة التأسيسية الرئيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي اختيار السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيسا لمجلس إدارة المنظمة وأعرب العسومي عن سعادته وترحيبه بهذا المنصب واعتزازه بالثقة التي أولتها إليه الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي مؤكداً عزمه السيرة مع كل أعضاء المنظمة في اتجاه بلغ أهدافها لسيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن العربي والعمل على استثمار البحث العلمي في تطوير حياته عبر القطاعات الخمسة التي ترتكز عليها المنظمة المتمثلة في صناعة التعليم والطاقة والغذاء والدواء والسياحة اشتركوا في القناة